أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الليلة الأولى من ليالي عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وجعل أيامكم كلها فرحا وسعادة وسرورا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة يسعدنا الرحب بضيفنا هنا في الستوديو فضيلة الشيخ أيمن خميس الدعية الإسلامي فضيلة الشيخ أيمن مرحبا بك معنا وكل عام وأنتم بخير أهلا بك يا سيد محمد كل عام وأنت بخير كل عام والأمة الإسلامية جميعا بخير يا رب آمين يا رب العالمين في البداية فضلت الشيخ ونحن في هذه الأجواء أجواء الفرح وأجواء السعادة أجواء العيد ربما تهنئة في البداية نستفتح بها الحلقة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على صور الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني بداية يعني بنوجه بالتهنئة لكل الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها ونقول لهم كل عام أنتم بخير ونقول لهم تقبل الله طاعتكم وتقبل الله منا ومنكم كما ورد في الأثر كذلك نقول لهم لا بد أن يدأت العيد ونحن في فرح وسرور لأن هذه سمت العيد كل عام وأنتم بخير باركوا لإخوانكم في كل مكان لجوا وسائل التواصل الاجتماعي بالمباركة والفرحة اظهروا الفرحة مهما كانت بكم من آلام فلا بد أن نظهر فرحة العيد والفرحة هو فعلا بأن يتقبل الله طاعتنا في هذا الشهر العظيم وأن يجعله عاما مباركا سعيدا علينا وعلى الأمة وعليكم جميعا يا رب العام آمين رب العام حدثت فيه معنى مهم جدا في الشيخ أيمن هو فكرة إظهار الفرحة رغم المآسي هل فعلا الفرحة في العيد تعد طاعة أيضا لله سبحانه وتعالى طبعا هو طبعا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يأخذون معارك تلوى المعارك دفاعا عن الإسلام وإظهارا لشريعة الدين فكان يقتل فيها من يقتل ويؤثر فيه من يؤثر ولكن عندما يأتي العيد كانوا يظهرون مشاعر الفرح ومظاهر السعادة والغبطة من ناحيتين من ناحية أن هذه فرحة ناتجة بعد طاعة عيد الفطر وطبعا عيد الأطعاء أيضا كذلك بعد طاعة ومناسك الحج ولكن بعد عيد الفطر جهد جهيد وجهاد في سبيل الله كل المسلمين في أنحاء العالم بعد خرجوا من طاعة ليس الحج فقط مقصور على ثل المجموع فكله خرج من طاعة فطبعا لابد إظهار السعادة والفرحة وفي الأمر برضو فيها إغاظة للكافرين والمنافقين كل ما فيكم وكل ما آسيكم وتفرحون نعم ووقت الفرح نفرح ووقت الحزن نحزن ووقت الصبر نصبر فالمسلم له أحوال في كل مناح الحياة لذلك بنقول إيه؟ بنقول أن أنت كمسلم لابد أن تصل فرحتك طيب أنا دلوقتي عندي إما شهيد إما أسير إما مصاب إما مفقود إما غائب يعني يصير العيد حزنا دائما طبعا لهذا لا يليق بفرحة العيد لأن أحوال الناس لا تخلوا من مثل هذه الأشياء والمآسم ولن تخلوا فلو كان الفرحة بأحوال الناس ما فرح أحد وما سعد أحد لذلك الفرحة بالعيد هو طاعة طاعة لأن الله عز وجل يريدك أن تفرح ويريدك أن تسعد لذلك جعله عيد للمسلمين أبدان الله بأعياد أخرى بعيدين في السنة فذلك نقول إيه أن الله عز وجل يريد منك الفرحة ففرحتك في هذا الأمر طاعة لله وطاعة للرسول الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان نعم والفرحة مطلوبة فرحة عند صومي وفرحة عند منقلقاء ربي صدقتك نعم ربما في هذه الأجوى أيضا شيخ أيمن ونحن في غربة لسنا في بلادنا ولسنا بين أهلنا ولكن حق لنا أيضا أن نفرح ولكن في هذه الأثناء شعور بالذكريات الماضية وتدور في خلد يدور في خلد الإنسان العادي ذكريات العيد في بلده في أيام الصغر في أيام الشباب في أيام الشباب أيضا نعم ولكن يعني لو تحدثنا عن ذلك يعني بعض الذكريات في عيد الفطر أو في الأعياد وربما يعني في أنه عيد الفطر فنركز عليه ذكريات في عيد الفطر أثناء الطفولة ربما طبعا أنا موليد في منطقة وأحب دائما أذكرها في كل مكان اسمها الهيكستيب هيكستيب منطقة كده منعزلة كانت زمان منعزلة في وسط المدينة دAوقتي كانت منطقة منعزلة في طريق مصر اسم معالية الصحروة نعم مدينة اسمها مدينة الهيكستيب الهيكستيب dI من أجمل فترات الطفولة كانت في هذه المدينة مع الصحبة مع الجيران مع أصفى القلوب وأجمل الأرواح ويعني أقوى صور التعاون والتآخي والتراحم كقرية لهيك استبن فطبعا كنا منطقة منعزلة فكان فرحتنا بالعيد أنه ينزل كان يجيب توقع الملاجيح في العيد يروح ويروح ماطق نائية ويجي نصوب الملاجيح ويجي بتاع البندية الرش ويجي بتوع البلالين ويجي بتوع الجيبين حنطور وأقصاها لما ظهر لنا عم الماجد كان معها عجل فكنا نروح نأجر العجل في العيد فطبعا كل واحد فيه ناس بتبيع حشياء بقى اللعب والبلالين والسواريخ والمسدسات فننزل كأطفال طبعا بنشتري ساعتها لبس العيد كان فيه بمبو وسواريخ برده كل حاجة ده كان فيه حرب بإقطاليا وكان فيه سواريه وكان فيه حاجات دلوقتي أنا مش شوتهاش من دلوقتي من زمان يعني فكون ننزل مع بعض كأطفال كجيران باختلاف السن وننزل نجري ونلعب ونزقطط وطبعا أولياء أمورنا وأصدقائهم يبدونا العيدية وطبعا نفرح نستنىهم عشان العيدية ونيجي نلعب كان فيه جو بحجة عام رغم من ساعتها ما كانش فيه العادية كنت بتاخدها كلاش خايمة ولا حد يبيشلها لك برده حد يبيشلها كنت أخدها كلها وننزل كمان أقصائق وننزل مثلا من هاكستيب ننزل مصر جديدة عشان ننخلش مثلا السينما نشتري آيس كريم نعمل يعني شوية يعني نأجر عاجل برضو فروكسي وكلام زي كده فكوني طبعا كانت حياتنا ساعتها بيجي العيد مستنينه كنا في رمضان بقوا إحنا صغيرين كنا بتعاول على الصيام ولكن يجي العيد مستنينه مجهزين نفسنا مجهزين لبسنا مجهزين العيديات بتاعتنا طبعا معنا المحفظة بتاعتنا الصغيرة دي نحط فيها العاديات وإيه ونطع فيها ننطلق كانت فرحة تنظر في الفرحة في عيون الطفل وعيون الشاب وعيون الرجل الكبير وعيون الأم وعيون الجميع بينشروا فرحة جير عادية كم ده مش في كستيب بس في كل مواطق قاهرة خاصة من مواطق المزدحمة لكنها كستيب كان لها وضع خاص كان لها محبة خاصة كنا عاملين زي أهل كلنا أهل كان منطقة المساكن ومنطقة الموجرين من العريش فكنا كلنا كأهل في المنطقة واحدة كانت يعني أنا للآن عندما أجلس مع نفسي كده جلسة بعد طول السنين دي أتذكر هذه الأيام وأبتسم اللي شوفني أبتسم تقوله أبتسم ليه على هذه الذكرات الجميلة طبعا دايما الأماكن اللي بتبقى مش كبيرة أوي أيوة مش مدن بالضبط مش حاضرة أوي بتبقى فيها الذكرات أقوى أو العلاقات بين الجيران والصحاب ومستمرة ومستمرة يعني مستمرة مع الكبار وإحنا كنا صغارين بقينا كبار مستمرة مع أبنائنا الأبناء مع الأبناء جيل بعد جيل بيورس الحب ده في الهيكستبي يعني أنا اللي شفته في الهيكستبي يعني طيب هذه كانت ذكريات الطفولة نعم خلنا تدرج للأمر الذكريات الشباب كانت بها يعني مشاعر مختلطة شوي طبعا اختلفت طبعا بإن لنا طبعا يعني ميول تانية غير ميول الطفولة البريئة بنا نطلع بقى نروح بقى نطلع نتفسح بر المنطقة ما نعودش في الهيكستبي يعني يا دوبك كم ساعة كده وطبعا وإحنا حتى شباب كنا لازم نمر على بيوتات أصدقائنا وناكل من عنده كل واحد ترمس وبسكوت وكعك وكعك آه لازم وطبعا لازم نعمل معه الواجب ناخدين معنا بومب وأول ما يفتح باب الشقة يلاقي البومب ومنهامر عليه كأنها حرب يعني موجودة وإحنا شباب وطبعا بعد ما ناخد بعضنا نتفع على أيام وننزل نتفسح في أماكن واسعة وماكن جميلة عند النيل وغيرها لكن طبعا كان بتنحصل بقى نكوننا أطفال نتلقى العيديات بنا أكبر شوية بنا شباب بنا ممكن إحنا اللي يشغل فينا عيديات بالضبط نقف معاهم نلعبهم نكون محرصينهم طبعا كل جيل كان بيسلم جيل بهذا الشكل وشوفنا الأكبر مننا بيعملوا كده إحنا عملنا لما كبرنا وأتمنى أن الروح دي يعني تعود مرة أخرى لأهلنا في مصر أهمية التزاور في العيد فضل الشيخ أيمن تزاور الأقارب والأصدقاء والجيران في العيد فرحة تانية فرحة تانية غير فرحة العيد والجري واللعب لا فرحة تانية لما تلاقي خالق جايلك وعمك جايلك ومش كده وبس أصدقاء والدك جي لكم وإنت ووالدك ياخدك بآخر النهار مثلا وتروح تزوره أصدقاء أصدقائهم بتحس إن فيه حياة التزاور نفسه فيه حياة لذلك نقول يا أخواننا في العيد ما تقولش أصلاً حركة بمشوار واروح وحتكلف مواصلات وتكلف عيديات وتكلف لا الموضوع ده أكبر من كده سيبك موضوع التليفون سيبك موضوع التواصل عن طريق لا محتاجة أنت مشاعر ملامسة مشاعر إنك جايلي حد مشاعر الأخ لما تحس إن أخوها جاي لها مختلفة تماماً مشاعر الأخ لما لأ إن أخوه وعياله جاي له مختلفة تماماً فحسنين نقول يعني إيه لا 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 هو التزاور ده عيد تاني سواء كان بين الأهل سواء كان بين الجيران سواء كان بين أصحاب بتعمل ألفة وتواد وتراحم وصلة غير عادية العيد يعني الفرق بين العيد أيام زمان والعيد دلوقتي أيضاً شيخايمة هو طبعاً يعني عيد أيام زمان كان الرجل يعني كان طبعاً فيه طبقة متوسطة في مصر يعني اختفت لذلك اختفت لذلك طبقة متوسطة كان الرجل اللي يعمل الوظيفة لجاية مساءة أربعة وخلاص معنش شو معنش شغلة تاني قاعد مع أهله وقاعد مع الجيران قاعد مع أصحابه وخلاص خلص على كده دلوقتي الرجل بدل ما وظيفة بيشتغل وظفتين علشان يكفي أوورتايم ما يكونش مع أهله الأولاد نفسهم ليوا من شغلات تانية سوشيال ميديا بعيد تماماً عن الواقع الحالي الأمر الواقعي لا في واقع خيالي افتراضي بعيد مختلف تماماً تماماً كان فيه ترابط أسري أيامنا كان فيه ترابط أسري قاعد مع أخواتك قاعد مع والبيتك الحقيقة كانت منول ودلوقتي بقت أوتوماتيك أوي بالطبط عادين مع بعض وكده وبتكلمهم مع بعض وهم عادين مع بعض كده بالشات مفيش بدخلوا في العالم الافتراضي لو لم يلجأ هذا العالم الافتراضي حيحصل انحصار غير عادي غير مش انحصار في الأخلاق وفي القيم وفي الروح بإنسان شبه آليين مش بشريين معقولة لهذه الدرجة لهذه الدرجة طبعاً أكثر من كده عايز أقولك ما كنتش تتخيل ان زمان ان في حد يخطف طفل عشان بيقى أعضاؤه أخصاها كان يخطف طفل عشان يشحد به وبيأكله وبيشربه وكده ده لكن ان ياخد طفل الإجرام تطور تطور بالوسائق تطورت حتى لما تحصل علاقات ما بين الشاب والشاب أخصاها زمان كان يعني يكلمها دلوقتي بتوصل إلى مراحل جرعة دي عن طريق طبعاً الفيديوهات والسفالات الموجودة على المواقع الإنترنت وغيرها فطبعاً بقت أمر طبعاً إيه؟ لواحد مش عارف حتى يسيطر على أهل بيتي يعني مبقاش عارف ده بيعمل إيه؟ وده بتعمل إيه؟ كل واحد قعد موبايله محدش عارف بيعمل إيه؟ وكل واحد عمل باسورد وكل واحد عمل مأمن نفسه وكل واحدة مأمن نفسها مبقاش عارف إيه الموضوع فالموضوع ده عشان برضو عدم تفرغ الوالدين للأبناء هم هم قادرين عمل فجوة كبيرة فجوة كبيرة دي فجوة كبيرة في الفهم وفي الفكر وفي التواصل لو ما الكلام ده مقاش موجود زمان كان فيه تواصل بين الأم وبنتها وفيه تواصل بين الأب وابنه الوقت ينفيش تواصل نهائي فطبعا كان زمان كان حال والآن حال بس لابد أن نتدارك في هذا الحال لابد أن نرجعه لأ أنت مدام أنت تقدر تشتغل الشغل أنا وحدك وتكفيني وتكفي البيت أصلا عندي دروس خصوصية وعندي مدارس أجنبية وعندي وعندي طب ماش هتفضل هتطلع منهم مسخ تفوق بعد ما تكبروا عيالك يكبروا وما تعافش تسيطر عليك والمصيبة تحصل فعشان كده بيقول لابد أن الأباء والأبناء ينتبهوا لهذا الأمر يشوفوا كان أباءهم بيعملوا معاهم إيه؟ يفتكروا تعال نرجع للذكرات الثاني تعال نفتكر الأباء كانوا معاهم الأماركة بتعمل إيه؟ وكانت بيخلوك إزاي تشارك معاهم يلا عشر نروح لعمك يلا عشر نروح لخالك يلا لبسوا عشر رايحين فين يلا مش عارف إيه؟ ده كله كان بيحصل معانا فلابد أن تتذكروا هذا الأمر ونرجع لتاني نحاول أن نتقرابط ده خلاص ده ما نحدش طيقني كلمة إرجع تاني حتلاقي النازمة تسمع لك أم محتاجين لك الأب والأم محتاجين أبناء أم محتاجين لهم لكن هو طبعا البعد من الطرفين خلى فيه فجوة بين المجتمع جير عادية حتى خلى فجوة بين شرائح المجتمع تبقى بعيدة جدا 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 كله بنظر للآخر كأنه عدو كان زمان كان يا أخي في مصر كان يعني مشهورة في كل العالم العربي والإسلامي يقولك المصر ده ملوك الجدعانة صحيح كان لا يمكن حد الظلم والناس قاعدوا يتفرج عليه ولا يتخطب والناس يتفرج عليه ولا بل تتعصى فيه حاجة والناس يتفرج عليه راح تفين الأخلاق دي؟ عاديين نعيدها من تاني مش نقول خاصة مش هترجع تاني لا هترجع موجود منها كتير بس ربما مخفي مخفي يظهر ويطفو على السطح كل بذيء بالضبط كده وهو اللي بيظهر يقولك أولي يا سلام شوف فلان عمل يجع على الفضائيات ده فلان عمل خير لا احنا ممكن نخلي ده هو الأصل صحيح ونرجع تاني العيد له طعم العيد دوقتي ما قاش ليه طعم في السابقة ليه طعم قولك العيد جاي دوقتي العيد جاي امتى؟ زي وزي اي يوم انت مش قعد معنا لأ اصلا راح الشغل مش فاضي عندي مش عادي مش مشاريع انت مش تقعد معنا نقلق شوية مش هنقلق نقلق فيه؟ خلينا ننام شوية خلينا ننام شوية فيه ناس بتاخد العيد نوم برضى اصلا اصلا مش عادي وظيفتين يا سيد محمد عايز يومي ما بيصدق ياخد أجس العيد عايز يريح جسمه فطبعا كل كل القصة مش فقين احنا عليهم يعني طبعا ما رأي اللي بكلم فيه احنا مش من قولهم ان انتوا يعني مخطئين لحنا مش فوقين عليهم لكن الاشفاق لابد ان يجي من قولهم لازم ترجعوا وقفوا وقفوا كده وشوف حالك واقف فين ورتب أولوياتك ورجع من تاني حتلاقي العيد تقدر ترجعه انا عشاء قولك الكلام ده كان طبعا كان في الاوينة دي سيئة لكن انا اذا اقولك انا رأتي بعيد عن والدتي راح افضها الله ولكن انا بجد ان اصدقائي وتلامذة والدتي وادتي كل getting cuidado وتلامذة والدتي بيروحو لها في العيد اكتر ما بيروحوا الاهليهم مالخدام موجودة الروح موجودة للان وبقول كلام ده لكل ابناء وتلاميذ والدتي في الاقي استق touchscreen برا بيها وبيك برا بيها وبيا اصدقائي برا بيا واصدقائي دول هما اصلا تلامذة والدتي فطبعا فعايز قولك الروح موجودة يموجودة وبتظهر معادن المعادن فوق وقت ووقت الشدة بتظهر لأن معادن المصريين معادن من دهب ما تظهرش إلا في الشدة فعشان كده بنقول لهم رجعوا المعدن من تاني خليه يبرق رجعوا الصلاة الرحب رجعوا التظاور رجعوا الحب من جديد الحب الخالص بلا أي أغراض أخرى دنياوية هتلاقي الدنيا كلها هتبدأ تظهر من جديد ويبدأ ترجع العادات من تاني ونرجعها تاني بإذن الله ياخدوا أجهز شوية من السوشيل ميديا والفيس والواتس والخدر طبعا يعني يعيدوا على الناس البعيدة وبعدين يقفلوه وبعد آجده يقفلوه وبقى ويعيشوا مع بعض يقفلوها خالص دي وصية لكل أب وأم يسيطر على المبينة طبعا كل واحد مبايله 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 بيحصل كده اقفل 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 اوقفل الراوتر احباش يقوله عندي باقة ايه في المبيانات تعالي نقعد مع بعض نحكي مع بعض تعالي نضحك مع بعض شوية تعالي نتفرق على أي حاجة بس ايه نقعد مع بعض نتكلم نتزامر نخرج نزور ده فيه ناس هنا دوقات مش عارفين أولاد عمهم وأولاد خلهم ومش عارفينهم فنسأل الله أن تعود هذه الأيام مرة أخرى طيب شخائما خلينا نحكي بقى في يعني تحدثنا عن الذكريات الواقع ربما سنعود لذكرة معينة برضو يعني مهم وواجب أن احنا لا ننسى إخواننا المعتقلين في مصر القابضين على الجامل أكثر من 60 ألف معتقل مع الأسف يعانون هذه المعانسة تحدث عنهم والعيد ربما ليس من باب الحزن ولكن من باب ربما الرأف بأهلهم ولكن الفرق بين العيد في مصر والعيد بقى في تركيا هو مش فالكبير على فكرة يعني في العادات عشان في مصر أو في الدولة العربية ما يظنوش أن الأتراك زي ما بيجي في الإعلام المشوه أو المسلسلات اللي كلهم بقى وحشين وهم كده وهم ده كلهم وحشين وزي ما بيطلعوا عننا في مصر أن كل مصريين شرع الهرم والكبريهات والرقصات وسايبين الجوهر الكبير لأهل مصر لأة تركيا مش كده مش من السلسلات بيجي لكم تركيا عندها ترابط أسري غير عادي قبل العيد بياخدوا العيد الفطر عشر تيام أجازة من مصاري الحكومية بيسافروا على بلدانهم اللي مش من اسطنبول ومعظمهم مش من اسطنبول بيسافروا على تجد طوابير السيارات مسافرين على المحافظات بتجد اسطنبول شبه خالية عندهم ترابط حتى في الداخل الاسطنبول عندهم ترابط غير عادي في رمضان وفي العيد لكن هم عندهمش المظاهر اللي عندنا في رمضان عندهمش بتاعة مصر عندهمش الروح ما فيش حد في الدول العربية في كلها عنده زي نفس الروح بتاعتنا عندها الروح بتاعة مصر وروح الزينة الزينة والفوانيس والنوعيات الأكل مختلفة وقبل الإفطار في الإفطار ما تلاقيش حد في الشوارع هنا لكن موجودة في البيوت التزاور في الإفترات وعزوم بعض في الإفترات وصلاة التراويح في صلاة 21 ركعة والمساجد ملئة مليانة بفضل الله لكن في العيد بقى عندهم بانطور طبعا بعد صلاة العيد يعودوا طبعا يكبروا يهللوا وإيه وفي داخل المساجد وبيطلعوا بعد كده إيه يوزعوا لأولاد الحلوى الأولاد نفسهم حتى الأثرياء يعدوا على شقة شقة ويخبط عليك ويردنا عليك الدرس علشان ياخد يا العيدية ياخد للحلويات فطبعا الحلويات قبل ما بيطمعوش أوه في عيدية طوفوا كان زي كده بس قبل العيد كل بيت بيشتري عشان الأولاد عشان الأولاد بيعدوا عليهم بيت بيت يخبط عليك وتديله طبعا دي عاداتنا كانت موجودة عندنا طبعا في مصر في رمضان وغير رمضان برضو عندهم برضو نفس الموضوع الرمضان برضو عندهم في العيد البهكة بقى بعد ان يصلوا العيد بيصلوا العيد هنا في المساجد بيطلبها إيه يزوروا بعض ويفرحوا ويروح عندهم منتزهات هنا كبيرة جدا جدا ووسعة جدا جدا لقى ما فيش موضع لقدم البواخر السياحية الأماكن الشواطئ كلها بتبقى مليانة في العيد بالذات عشان قطب ليه فرحة العيد عندهم فالتشابه بين مصر وتركيا قريب جدا يعني الطباعة قريبة من بعضنا يعني ينقصنا فقط لمة الأهل والأحباب والأصدقاء هذا ما ينقصنا في الفرق ربنا يجمعنا دائما مع أهلنا على خير آمين يا رب على خيرية الدنيا والأخيرة والله حتى الأتراك بيحاولوا يعوضون نفس الموضوع يعني يعني دائما يسألوا عليك وعارفين أنك أنت في غربة ودائما يحاولوا يهدوك يعملوا طعام يجيبهولك عندهم مضوع العاشورة اللي عندنا في مصر ده هم بيعملوا على طول يوزعوه يوزعوه طبعا في دي عادات قريبة بيننا وبينهم لكن هم صحة كأتراك طيبين شعب طيب خلوق محب للمصريين يعني والحب للعرب وجن عام مش كلهم بس طبعا إيه الأصل فيهم كده هو ده الأصل طيب نتوقف عند فاصل قصير نعود بعدها و لاستكمال لحلقاتنا معك شيخ إيمان خميس مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل ابقوا معنا اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ومشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من ليالي العيد أعود أرحب بضيفي الشيخ إيمان خميس الدعية الإسلامية فضلت الشيخ إيمان مرحبا بكم اهلا بكم بعد الرمضان مباشرة طول الشهر طاعة وبعدين لتكبروا الله على ما هداكم أهمية التكبير كمان وهذه الشعيرة من شعائر العيد الشعيرة الجميلة اللي فيها إظهار للعزة والقوة للمسلم طبعا التكبير ليه بهجة عند الكبير والصغير صحيح وعند النساء وخاصا في البيوت لما انت بتوحض تكبره وتخلي أهل بيتك تكبره معاك وتخلي أطفالك تكبره معاك وتطلع انت زي ما طلعنا مصلم مكان واحدة بنكبر ونعلي صوتنا الناس مش عارفة ان رفع الصوت حتى لو ماشي لوحدك تسنع عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما تلاقي كنا زمان كنا نخرج مع بعض كشباب نتجمع في حتة ونمشي مع بعض زي مسيرة بسيطة كده ونكبر بصوت عالي عشان عارفة الناس ان سنة التكبيرة أصلا سنة يعني ضرورة تقوم بيها فكنا التكبير أمره بيخلي أولا فرحة بحد ذاتها إغارة للكافر والمنافق إظهار لمشاعر عزتك وإن دينك عزيز وإنك أنت الحمد لله كبرت الله عز وجل في شهرا كاملا ولم تعصيه فسيظل معك التكبير إلى أن تموت تكبير الله عز وجل وفعلا التكبير بيدخل من باب تحس أن فيه تكبير هنا وتكبير هنا وتكبير هنا ده إحنا أمة واحدة التكبير تسمعه في كل مكان على أي محطة فضائية على مستوى العالم بتسمع فيها التكبيرات تكبيرات في الحرم وتكبيرات في الدول العربية وتكبيرات في الدول الإسلامية وتكبيرات في صلاة لما يجي ينقل لك صلاة الحيد في كذا مكان بيعرفك أن أنت أمة واحدة بتعمل نفس الخطوات بتعمل نفس الخطوات لما سؤل أحد الجنرالات الفرنسيين أحد القادر المسلمين بيقول له أنتوا إزاي بتعرفوا تصفوا نفسكم الصفوف دي بسرعة دي بسرعة كده وتعملوا حلقات متوازنة أنا عشان أدرب قواتي محتاج سنين أدربوا عشان بهذا التوازن قال له فما بالك عندما لا يرى بعضنا البعض ويكبر ورجل واحد في الحرم يأم مئات الآلاف أو ملايين من المسلمين ويتحركون معه حركة واحدة قال له إن هذا الدين لظاهر ومنتصر عايزين نقول أن التكبير في حد ذاته هو عزة لكل مسلم بيذكروا بأن الله كبير ولكبير الله على ما هدأ عودة إلى الذكريات يعني مش عايزين نخش أوي في الحزن بما أننا نحن في العيد ولكن لابد أن نشعر بإخواننا المعتقلين في سجون الظالمين في كل مكان بخير نتكلم كمان عن ذكرياتك شيخ أيمن في المعتقل في العيد يعني هو أنا مش بقول إنه حزن والحاجة أنا عايز بس أفاهم الأهالي عشان اللي هم طبعا ستين ألف معتقل في سجون مصر ومئات الآلاف قد تتصل إلى ملايين المسلمين معتقلين في بلادهم في بلادهم ولا نعلم عنهم شيء التركستان الشرقية معسكرات كاملة بالأسر كاملة معتقلين اعتقال قصري ومتال عنف ولكن نقول أن نمعية الله تنزل على هؤلاء المعتقلين نقول للأهالي اربطوا على قلوبكم أبنائكم فضل الله عز وجل في سعادة الآخرة الدنيا والآخرة أنا مر عليها 28 عيد 28 عيد في السجن في السجن مرة 14 سنة معتقل في عيدين وكذا 28 عيد في السجن أول عيد كان صعب عليها جدا وده بيبقى صعب على أي معتقل يعني أنه بعيد بدون أهله كان صعب جدا ولكن وجود الصحبة الصالحة في مكان واحد ده بيخلي الشيطان يبعد تماما عن هذا الحزن بيشكلوا بعضهم إما بضحك إما بطرفك من حاجة ما يسميها الروضة الروضة دي مجموعة فقرات بنعملها كده بنظمها أحد الإخوة وبيقول مثلا أنت عليك نشيد أنت عليك طرفة ويجيب طرفة حصلت معاك أنت عليك مثلا شعر أنت تقدر تقول لنا إيه أنت تقدر تنعمل موقف تمثيلي طب نلعب شوية ألعاب شد الحبل أو شد الإيدين أو كذا أو كذا أو كذا فبيغير المود بتاع الأسر فبنقول للهالي اوعوا تحزنوا أبنائكم آه منتظرينكم وحزنين عشان بعدكم ولكن هما في معية أخرى في جو تاني طبعا الأسارة من ستين ألف الأسارة إدرب في عشرة ستمائة ألف بأسارهم أسارهم أسارة في مصر ولكن نقول إحنا مرة علينا يعني 28 عيد أو مرة عليها 28 عيد في الأول كان صعب بعد كده بدأتنا نأقلم بعد كده بقينا ندير العيد بعد كده بقينا ننظم العيد داك الستجنة مش تجون مفتوحة جوة زنزانة أقصد يعني ولكن يعني يجي أخي يقول لك أخي بيقلف كلمات أخي بيلحن أخي بينشد نعمل كده موضوع اللي جاءتنا بعض إيه يعني ممكن تطلع منها شوية حاجات كده جميلة كده في إيه لما تيجي تفتكرها تقول إحنا عملنا دي في السجن طب ما حزنناش آه حزننا شوية بس إيه بس بتذكرنا وبتذكر في كل أسير وكل أهالي أسير إن لأ حفرح رغم اللي جواي حفرح ورغم اللي جواي مش هظهر مش هظهر لعدوي إن أنا مكسور لا أنا معي الله إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيفتحوا علي من رحماته ومن بركاته ومن الصبر أطنان وأطنان مش هخليه إيش مدفية مش هخلي العسكري والظابط إيش مدفية لأ دي أنا هفرح واتحك وادحك ابني وابني يضحك معايا ونقول له ونقوله إنما الفرحة الكبرى في الجنة الفرحة الكبرى في الجنة أيام معدودات يعني حساباتهم بتبقى مختلفة تماما مختلفة عن حسابات العادية للبشر العادي تماما الضباط داخل السجون كان يجي قولنا إحنا لو بنعمل اللي بنعمله معاكم ده مع كلب جربان كان مات من الغل أنتوا إيه اللي مصبركم؟ أنتوا بتعملوا كده ليه؟ عايزة أقول له أفاهم الأهالي وأفاهم يفاهم أبناءهم في السجون رغم المقاسي القلوب مختلفة مختلفة والصحبة الصالحة طبعاً لما تيجي نحكيها وبيجي يحكي لنا تبعث عن البهجة وبهجة والفرحة وفعل واحد بيفتكرها الآن يقعد يضحك مع نفسه ده فلان سوهاج طب ضحكنا معاك يا شخيون ضحكنا معاك إحنا في العيد يعني ضحكنا معاك قلنا كده حاجات من الطرف لن أذكر الأسماء يعني هقول مهاكم بس لن أذكر الأسماء طب ليه؟ عشان ما يزعلوش يقول له أنت هتفضحنا على الملأ واحد بلدياتنا واحد من سوهاج فهو الأخ ده من إقوى الأفاضل الكرام يعني كان ثاري يعني وهم علاء طبعا معهم أراضي وكلام زي كده وكما عنا في المعتقل في السجن الودي الجديد فقل مواقف قال لي عاكم لكم مواقف ولا عشر مواقف أي مواقف بس يكون حصل معاك قال لي ده ماشي خلاص أنا كنت عندنا أرض هو اللي بيحكي هو بيحكي عن نفسه يعني فعندنا أرض الزراعية وأنا أصلا من الصعيد من الصعيد يعني من دراستي على الأرضي ما رحش هنا ولا هنا لجاية لما جيت أخطب بنت عمتي مش عايزة أفضحه بقى عمتي من القاهرة فطبعا عجبتني وخطبتها وطبعا عارفيني كويس وكام ذا كده يلا نفصحهم في العيد خرجوا معهم في العيد كان لسه الملاهي كوكي بارك لسه طلعة جديد كان ده زمان قوي يعني فقال لي خطبتها فرجعوا شايفة إيه الدودة وهو معاه خطبته وعمته ودودة طلعها والناس عمال تصرخ وبكلمكم بلغة صعيد الماس عمال تصرخ هو أقول لي هي المياصة دي رجالة بشنباتة عمال يصرخوا ايه المياصة دي فخطبته تقول له طب بس الموضوع تصعب قال لي صعبت ايه ده مش رجالة دور قال لي يا سيء يا فلان ده الموضوع صعب مش كده مش فلان قال له والله العظيم ما صعب ولا حاج ايه يعني قال طب تحب تجرب قال لي جرب قال له وركبت اللفة العواليه بطيئة اللي هي زي الدودة دي اللي بتطلع وتنزل اه اه قطر الموت زي قطر الموت اه اه فاول اللفة كانت بسيطة فايه شاورت ali لها كده طبعا ايه ب명이ودها يعني مشاورة بطيئة الا فاغب عن كده بيتصوت وعنما يصوته قال لي ازلت منها ونا موط رأسي لقات لما روحت وفاشكلت الخطوب عشان خطى موضوع زي كده بقى ما يسمع المايسين حاشا يعني حاشا هو طبعا نفس الشخص نتكلم يعني ربنا احفظه ان هو طبعا عندهم ارض ضرعية فراح عند برضو قريبته في اسكندرية مش فاكل هي خالته ولا ايه فعملان له لبيا وفاصوليا الاكلات دي مش مونتاشة عندنا في الصعيد بس اللي تنم مع بعض اه مش مونتاشة عندنا في الصعيد وخاصة عندنا مثلا احنا مثلا معكنش ما كنش يعني انا ما كنتش اعرف حاجة مثلا الارنبيت قال لا ارنبيت عندنا اكلات كده زي القلقاس مش موجودة في الصعيد عندنا انا مولد القاهرة ولكن دايما بسافر كل سنة فهو طبعا راح عند خالته فلاقي لبيا وفاصوليا فعملاله فترة هجابه طعم قوي قال لها خالتي هي دي بتصنع ولا بتزرع قال لها والد بتزرع قال لي يعني ليها بزور قال لي والد جيب لك المزور بتاعتها قال طب هتي لي بزور من دي خالتي اه ازرع من دي كامجرات ودي كامجرات ونشوفها قال لي متاز يا ولد بقى احد جابها وطلع بها البلد بقى ايه الصعيد بقى في سواج وفرحان جدا جدا وقال له بقى ازرعت ايه اه 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 كامجرات على ايه على الشارع نفسه فانا في وسط الغيط وواحد معادي عزك الله بيحمرته فدخد ايه يخوض يأكل في الايه في اللوبة الفاصوليا هو بقى عمال بقى ازعى راجل مبعيد انت حج اطلع بالحمرة من اللا نسي اسم اللا فكرة ومن اللا راجل طبعا مش فاهم طبعا بقى عجال وجاري طبعا قال له حرام حجرات اول زرعة وكام كده فهو طبعا بيكلم بايه بتلقائية عايز اقولك المواقف يعني المواقف بانسويف انا شفتها بقى كده اسمعت عنها فيلم انه هو مضوع دخل الحمام وحمام شفطه هو ده كان قرية من قرى بانسويف لان اصغل اسمه طبعا هو طلع من الابتدائي للإعدادي للدبلوم الصنايع داخل القرى يعني ما اطلعش للمدينة وجاله عقد عمل في الإمارات هو بيحكينا بنفسه نقلة نوعية اه نقل من نفسه من شخصه يعني ده في الروضة يعني قاله اطلعت انا كنت كهربائي شاطر وكام زي كده وجالي عقد عمل في الإمارات وكساعدة كان الطيران الطيران حديث كان احدى الطيران موجود في الخليج تقريبا يعني فالمهم ايه فدخلت الحمام اولا جابوا لي او مركب طيارة اركب قطر اصلا اركب طيارة واحد قائب مصر جنبي فجايبين له شاي وجايبين له مناديل فوق بعضها كده فمسكي مناديل بيغمص في الشاي فالمصر يمسكي قال له قال له بتعمل ايه؟ قال له هاكل الفطير قال الفطير ايه؟ دي مناديل ايه بكامل ايه بكامل هو بكامل نفسه قال له طيارة قال له طيارة اذ ان لو صمحته لك يبس ماديل وقت في الشاي غير least من الشاي وغرت الشاي و جاءت ده شاي بس حطت التقوش بقى كده أعز شوية أعزش المية قال لي أسمحت عايز المية جابت المية أعزش الحمام قال عملك فيه إيه الحمام دي خدش الحمام حتلاق فيه واحد كده قل له الحمام فين حي دخلك الحمام قال الحمام ده كحمام غريب مفيش حاجة فيه ظاهرة يعني بزرار بتطلع القعدة بزرار بتطلع الحمام فيه عشان ما تخدش حيز يعني فدخل فدخل تعمل أش فما قعدة ولا أي حاجة خاصة فطدع الأمن quelqueifs قال له فين الحمام قال له الحمام تخدش ده قال له تعمله على الأرض و لكن لي قال له لا مش الأرض فيه ظراير قالوا تباريين فالزراير دي فقاله الزرار ده بتاع الأعدة والزرار ده بتاع editor الشطاف والزرار ده بتاع كذا قال له لا 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 سيب لي بس الجاعدة واخصل يدي بس واخصي ليدي بس دوشة دوشة يعني فقال له وأنا مش حارف إيه اللي حصل لي الزرار الجنبي فأنا يعني لفتتنظر الزرار فيه مميز يعني قلت بطب الزرار دا ما قليش بتاع إيه قال يجربوا آه يجربوا طبعا قفل حمام كده فرح دسعوا رجال أتريد جرس الإنذار داخل الحمام أول ما يدوسه ييجي الأمن الباب يتفتح تلقائي ويخشه فجأة عليه خطأ إيه يخذوا الموقف من داخل الحمام يعني وطبعا هو دسع الزرار عمل جرس الإنذار رح داخله الباب يتفتح تلقائي ودخليني عليه جاري فابتكر أنه هو دخلهم بالزرار فابتكرت أنا دخلتهم بالزرار فبادوس عليه ثانية عشان أطلحهم يعني بدخلتهم عشان أطلحهم قال له بتعمل يالله يا أخري ببيتك ده إنذار ده خطر ده مش عارف إيه بتاع فينه وفين لما إيه طلعوه قد وطبعا ليه دوشة بتاع المصري قال له بطلع بطلع قال له في إيه في إيه قال له بص لحمام ولا مية ولا شاي ولا أي حاجة نوصل هناك عايز أقول لك بتحصل مواقف آه مواقف جميلة بتحصل بدون رتوش ولكن تخيل لما واحد بيقول لك موقف ذا كده بيقولها بتلقائية وإنت قاعد في سجن بيستخسخ عن نفسك من الدحك وإنت مش قادة تمسك نفسك وكل ما تشوفه تضحك وتنسى وتنسى عايز أقول لك أن تبقى رحمة الله عز وجل غير عادية فنقول للأهالي اصبروا ولادكم إن شاء الله في خير وسعادة آه في حزن بعد وفي أسى ولكن ربك أو ربك بنزل مع المأساة بنزل لطفه سبحانه وتعالى والرحمة طبعا صحيح قلت لي شيخ ايم أنه في نشيد عملتوه في المعتقد في الزيزانة كان علقي بقى النشيد وإيه كان ذرك فيه أنا بقول لك عشان لو مشايخ شافوا المقطع ده يعني إنهم قالون الله يخرب بيوتكم نكدتوا علينا العير ومعاي أخي في الزنانة اسمه حسان فاروق من مينيا شاعر يعني هو ما شاء الله خطط وفنان يعني وشاعر متعادل مواهب يعني حاجة كده لوحده يعني إيه حاجة كده وكتيل كده فنان يعني على بعضه فجي قال لي فأقولك إيه إنت مش بتنشت كويس وكنت بلحم بعض الحاجات بعد الأنشيذ وكده قال لي بقولك إنت بتلحم كويس وتنشت كويس أنا حكتب لك كلمات ونقولها في العيد كمفجأة وطبعا كنا عامين برضو القراجوز ومش القراجوز وكده وبتاع كده يعني كل ماشي كتب الكلمات كلمات مؤسرة وكده وبتاع فإيه فأنا لحنتها وقدتها بأدائي أوه في حزن شوية بس إيه بس بس وقع يتدى تقول ينفع يتقال في كل واقعنا العربي والإسلامي لكل الأسارة عبارة عما تخيل أن طفل أو طفلة بتقول لأبوها نشيد في المعتقل هي دي القصة تقول له بابا حبيبي رح أبعت لك وردو أظهر لك في العيد ومعاهم بوسى على خدك واسمع مني هذا واسمع مني أحلى نشيد طب كمل شوية كمل شوية يعني طب شوية من النشيد يعني حاطب بابا حبيبي رح أبعت لك وردو أظهر لك في العيد ومعاهم بوسى على خدك واسمع مني أحلى نشيد بابا حبيبي رح أبعت لك وردو أظهر لك في العيد ومعاهم بوسى على خدك واسمع مني أحلى نشيد أنا بدعي لك دايما ربي انت وماما بعمري مديد ويفك قيودك والبسمة ترجع لينو أبأ سعيد أنا بدعي لك دايما ربي انت وماما بعمري مديد ويفك قيودك والبسمة ترجع لينو أبأ سعيد بابا حبيبي رح أبعت لك وردو أظهر لك في العيد ومعاهم بوسى على خدك واسمع مني أحلى نشيد أنا بافخر بك وسط زميلي وحكي لهم عنك وأعيد بابا برغم قيوده وسجنه هم قوية وعزم حديد بابا حبيبي رح أبعت لك واردو أزهر لك في العيد ومعاهم بوسا لخدك واسمع مني أحلى نشيد أنا مش حزعل على الشوكولاتة والساعة واللبس جديد لكن ديني ده أغلى هدية يحفظها ربي ويزيد أنا مش حزعل على الشوكولاتة والساعة واللبس جديد لكن ديني ده أغلى هدية يحفظها ربي ويزيد بابا حبيبي رح أبعت لك ورد وأزهر لك في العيد ومعاهم بوسا على خدك واسمع مني أحلى نشيد ماما يا بابا دي في عنيا وإخواتي أسمأ ووحيد يم حترجع لينا يا بابا هو دا فعلا يوم العيد يم حترجع لينا يا بابا هو دا فعلا يوم العيد الله جميل جدا ده تأليف حزان فروق يعني هو مش محزن قوي حتى اللحن بتاعه مبهج مش يعني اللحنه مفرح ما شاء الله أعزك الله فالتشخة أيمن فكرة الانتقال من رمضان لما بعد رمضان وأهمية المواظبة على الطاعة يعني ليس هو رمضان خاص وموسم للعبادة وموسم للمزيد وكثرة الطاعة ولكن بعد رمضان ما هي أهمية التعامل في هذه المرحلة بالتحديد مرحلة العيد وما بعد رمضان هل الناس خلصنا رمضان بقى نرجع تاني زي ما كنا ولا لابد أن نكون نواظب على الطاعة ويكون نستفيد من هذه الفترة فترة رمضان تفيدنا بقية السنة لغاية رمضان والله سيد محمد الموضوع ده مهم جدا جدا ودايما العلماء يتكلموا فيه ودايما المشايخ يتكلموا فيه وينوهوا إليه لكن للأسف بيغلب علينا أن احنا نفقد الهمة اللي كانت موجودة معنا في رمضان ليه ممكن عشان روحانيات رمضان وعنى جوه رمضان رغم أن الناس شغالة شغالة كأيامهم عادية جدا وبيقدوا وظائفهم وبيقدوا مهمتهم وبيقدوا دراستهم وبيقدوا امتحاناتهم وكل شيء في رمضان كأيام عادية جدا ولكن يعني مش تفرق كامل العبادة ولكن الطاعة بتبقى عالية جدا لذلك عشان نقول إيه دايما كان دايما نقول العلماء أهم حاجة في العيد إنك تفرح فرح شرعي وإنك تحافظ على مكتسبات رمضان من أول يوم العيد كنت بتقيم الليل بجزء أو أكثر من جزء ليلة العيد تحافظ على هذا القيام أهم شيء إنك تحافظ ليلة العيد على هذا القيام حتى لو خففت حتى لو خففت ولكن حافظ على هذا الأمر حافظ على الورد المتوسط اللي كنت بتقرأه في رمضان شوف أي وقت حتى في العيد قبل الظهر بعد الظهر الأوقات اللي بتوقف فيها حركة مش بسيطة اقرأ وردك حافظ على طاعتك لأن رب رمضان هو رب الشخور إنك أنت تترك الطاعة في رمضان كأنك عاهدت الله عزيزي الله في رمضان ونكست العهد بعد رمضان في العيد خاصة إن مقدم أنت محافظ على كل آدابك الإسلامية وأخلاقياتك الإسلامية تيجي في العيد تتنازل عن كل ثوابت الدين وتدخل في الاختلاط وتدخل في فعل المنكرات وفي فعل الفضائح بحجة العيد العيد فرحة للطاعة لأننا أطعنا الله عزيزي جل فرحنين بالطاعة فما ينفعش نفرح بمعصية نفرح بمعصية وإن نحن نستمر على معصية وإن ندوم على معصية ده اسمها انتكاسة تعرف إمتى أن ربنا تقبل منك رمضان لما شوفك بعد رمضان عملت إيه؟ استمريت ولا ما استمريت شيء؟ لو استمريت اعلم أن الله تقبل منك رمضان من علامات من بعض علامات القبول من علامات القبول أنك أنت خلاص رمضان إن رمضان مكفراتنا بينهما إذا ما شتنبت الكبائر نعم ولكن من علامات القبول قبول الله لهذا الشهر أن تداوم على هذه الطاعة من أول يوم العيد افرح ما حتش قالك من تفرح امرح ما حتش قالك من تمرح كل ولا أكله واشربه ولا تسرفه حافظ على النظام الجزاء الرائع اللي ربنا عمل لك به صيانة كاملة لجسمك في شهر رمضان صيانة للكبد صيانة للكلى صيانة للبنكرياس صيانة للمخ صيانة للمعدة صيانة للأمعاء صيانة كاملة ما تجيش أصلا عن جيب عربية جديدة بقى وبيقص عملها عملها صيانة كاملة بقى ومقفلها روحوا داخل فيها محفر بيها وخابط بيها شمال وخابط بيها يمين وقول لك صيانة عملها صيانة حتطلع في الآخر الكهنة علشان كده نقول إيه نقول لابد يا أخوانا أن علامات القبول الاستمرار على الطاعة ولا أبرق نفسي عشان ما قولش أنا بقول للناس كلامه أنا بعمل جيره ولا أبرق نفسي بتحصل سقطات ولكن علينا أن إذا سقطنا ما نسقطش على وجهنا حتى لو سقطنا على الضغط لنا نقوم مرة واحدة لذلك نقول لابد إكواني وأخواتي وأخواتي أن نحافظ على الطاعة بعد رمضان لأن هي دي اللي هتبقى عبارة عن برنامج حياة نظام حياة أنت عملته مثالي لو استمرت عليه هتبقى إنسان مختلف تماما بعد هذا تبقى منه طيب بقي لنا شيخ إيمان نتحدث عن الأولاد الأطفال في العيد نعم إزاي نهتم بهم إزاي نحسسهم وهل ده كمان يعني ماذا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان سبحان الله كان يطلقوا الأطفال يلعبون يمرحون ويمرح معهم ويلاعبونه ويلاعبهم يعني ده أعلى درجة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم فما جيش أنت تقول لك أنا حلعب مع أطفال آه تلعب مع أطفال حجر ولا أطفال آه اجر ولا أطفال أنت مش أعز من نبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى الصحابة اللي قاعد نعم أنت قبل نبي صلى الله عليه وسلم ابنا له الحسن الحسين قال أتقبلون أبنائكم والله إن عند لي عشر أبناء ما قبلت واحدا منهم قال هم أفعل لك إن كان الله يعني جعلك غليظ أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعني أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلهم ولاعبهم وكان يصنع لهم دابة دابة يركبون على ظهر الحسن الحسين النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر خير خلق الله والقائد والقدم ما يقول لك أصلا وضعي بريستيجي ما يسمحش وضعك إيه بريستيجي جدا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لابد الأولاد لله وأنا أكون أولكم بإذن الله لله موبايلاتنا تقفل بعد ما نهني الناس وكلام ده كده موبايلاتنا تقفل نعم على يال نلعب معهم نحكي معهم وإحنا في الفصحة مش بتفسحهم ويقودنك على موبايلك ومشغول مش عارف بيه مكالمات مالهي عنهم هم يحسوا بك إمتى لنكونش حسوا بك في العيد ده خلي ليهم وقت عشان يرتبطوا بك مهم جدا جدا إن نهتم بالأولاد جميل الزرعة دي اللي حتنتك بعد ذلك رجال أسوياء ونساء سويات نعم أشكرك شكرا جزيلا ساعدت بك جدا شيخ أيمان في هذه الحلقة وكل ما أفدت به وأفدت به كان جميلا وكل عام أنتم بخير أنتم بخير تقبل الله طاعتكم تقبل الله منكم مشاهدين الكرام نشكركم على حسن وطيب المتابعة كل عام وأنتم بخير السلام عليكم أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ترجمة نانسي قنقر